بعين الحذر يراقب اليمنيون التحركات الأممية لحل أزمة بلادهم التي تسير إلى التعقيد بدل الحلحلة بسبب تخبط المجتمع الدولي في تشخيص أدوات الأزمة وغياب الجدية في التعامل معها وبدلا من الحزم في التعامل مع الحوثيين وكبح جماح إيران التي تعدى دورها التخريبي في اليمن إلى استهداف أمن دول الخليج ترفع أمريكا العقوبات جزئيا عن ميليشيا الحوثي ويقوم المبعوث الأممي مارتين جريفث بزيارة طهران لبحث الأزمة اليمنية وذلك ما يعد منعطفا خطيرا يجعل إيران لاعبا رئيسا في حل الأزمة رغم أنها أكبر فاعل في تعقيدها ومفاقمة تداعياتها الإنسانية والمجتمعية زيارة جريفث إلى إيران تزامنت مع تفاعلات دبلوماسية متسارعة يشهدها الملف اليمني أبرزها زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن لعقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين في الحكومة اليمنية لمدة يومين بمشاركة سفراء من بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد ونائب سفير النرويج لدى اليمن ويشير الاهتمام الأممي المتزايد بالملف اليمني إلى محاولة استنساخ التجربة في الملف الليبي عبر خطة لوضع الأطراف الداخلية على طاولة حوار مباشر بهدف التوصل إلى تسوية سياسية وهو ما يعزز سيناريوها التحويل رؤية المبعوث الأممي جريفث المعروفة باسم الإعلان المشترك إلى إطار عام للحل النهائي لكن مراقبين يصفون الرؤية الأممية لإنهاء الأزمة اليمنية بأنها تفتقر الواقعية السياسية وتتسم بجهل تعقيدات الملف اليمني مشيرين إلى أن أي تسوية لا تضمن نزع مخالب إيران ستحول اليمن إلى بؤرة صراع كما أن تمكين ميليشيا الحوثي في المحافظات الشمالية سيكون ذريعة لتأجيج مطالب الانفصال لدى الجنوبيين وإيقاع البلاد في فخ التقسيم